السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا شلوكم وشلوكم اخباركم انا بحكي معكم اخوكم مصطفى الامين وقناة اكلات حليبية طيبة وهنية. هلأ نحن هلأ بالجزء الثالث تبع البيزة. هلأ نحن في الجزء القبل هاد. اللي قبله اول جزء ساوينا صلصة البيزة تبعية هلأ نحطها صلصة البيزة. ثاني جزء ساوينا العجينة. ثالث جزء هلأ هاي مواد التزيين اللي تجي فوق العجينة. يعني هلأ هاي اللحزة هون الحاسمة بالموضوع تبعنا كل ياتب. النقطة هون اللهم صلى على سيدنا محمد انه هاي انتو حسب امكانيتكن. يعني انتو بتحسن تحطو بس العجينة وتحطو فوق الصلصة وتحطو فوق بس جبنة. اشقوان. يعني الفطر والمرتدلة هاي اختياري. مو انو ضروري اختياري. هلأ انا هون حيطت علبة فطر. فطر مطبوخ وجاهز. علبة مفضية هون. سجئ حوالي ميتين وخمسين جرام. جبنة حوالي تلاتمائة جرام. ارنين فليفلي لازيني. هاي كل المكونات. انا اول شرطة هلأ مشان ما نطول عليكن. هدول كلهم ضون تقطيع. بس انا هلأ اول شي ده ابلش بشر الجبنة. ده ابلش اول شي بشر الجبنة. بسمي بشارة متل هاي. امسك الجبنة. بعمل هيك هالعملية. هاي هالله الجبنة. كما لكن شايفين. ده بشراء كل لياتا. هاي بشلوك. ده اكمل عليها كلها. هادي اسهل جزء الشغل اللي اشتغلناه كلياته. هادي اسهل جزء. بشر عبارة عن بشر وفرق. نتم هيك لأ خلصها كلياته. ما يمحرز اوقف الفيديو يعني. شايفين هاي هي البقطة الجبنة. وهيك نحن هلله خلصنا برشة جبنة كلياته. وهلله واقف جنبي فارج جبنة. فارج جبنة. ما يريده؟ بده جبنة. باش بعمل. نشيل هيك شوية جبنة. شايفينها؟ اربع. هاي فارج جبنة اللي عندي. اربع شوية الكاميرا. خلي شوفوكي يلا. بسم الله. يلا. لا. يلا. يلا روحي بقى. هي وقفة جنبي بدا تاكل جبنة. هلله عطناها مبتغاها. بس خجلة قال لا. هي بدا. هاي خلصنا هلله برشة جبنة. يبقى عنا تقطيع الفلفلة. هاي بعدين. هلله منخليها. خلينا هلله نقطع السجق. السجق نحنا نقطع بها الشكل هيك. ما نسميكو كتير. هيك لتكون يعني. سجق مرتدلة كباب دعبيل شلون بتكون بصير يعني. انا بحب سجقه كتير. خلا هي بزا انا بدا ساوية عشكلين. نصها بدا ساوية بسجق. ونصها بدا ساوية فطر. نبضح كلهم فوق بعض. نص هيك نص هيك. صحة. هاي ما تتاكل هاي السجق ني. نا ما بكي ما. بس استويت بطعميكي. وقفة جنبي. عبتطلع بقى. بقى نحنا عم نقول له مش هممطة مع الفاضي يعني. شايفين الميتين وخمسين جرام. السجق طلعت بركة. راح اكتفي انا بهدول. راح اكتفي فيهم. بس راح اكتفي فيهم. بس راح اكتفي فيهم. انتبه عليها الفلفل انه ما تتكسر. بطعم هيك بشكل دائري. هيك بطعم. هاي لاني لزينة. طلع معي رو او شي. حاولنا نلظفها. البزر اهم شي ما يكون فيها بزر. بزرتين ثلاثة طلعو له فيها معنى. بس ما يكون كتير. بزرتين ثلاثة طلعو له. انا عندي اولاد صغار ما بحسن نحط لها فلفل حدة. بريد باكل جنبه. هاي طلعو نحن خلصنا الفلفل. قطعنا كل المكونات شوفت عينكم. وبقى علينا نجيب العجينة. وبقى علينا نجيب العجينة. نحطها ونديرها بعدين نحطها المكونات فوقها. برجع لكم ان شاء الله بوقت منوصل لها المرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد هلا الجزء الثالث والاخير. هلا انا العجينة بدي ارقى احطها بقلبها الصينية. بس قبل ما ارقى احطها بقلبها الصينية. هاي الصينية بدي احط فيها شوية زيت وشوية الطحين. ليش مشمات على العجينة عليها. العجينة الى الزيت. بدي احطها هيا شوية زيت كمان مشال العجينة ما تعلق عليها. يعني بدي احطها شوية زيت وادهناك. ما هو كتير شوي. شغلت معلقتين يعني. هذا هو الجزء الثالث والاخير ان شاء الله. هلا هون النهائيات يعني. وصلنا المراحل الاخيرة الفضل لله. هلأ بدي اجيب الزيت هيك ادهنه فيه. شوفين شلون الحواف كمان بدي ادهنه. الحواف هدول هيك. هيك بدي ادهنه كمان. اتأكد انه الزيت اجاهة كلها يا تب. عشان ما تحترف. يا عيني يا عيني. صلنا نبين عليها. كشفنا. هلأ هيك حطينا الزيت عليها. متل ما قلت لكم. متل ما قلت لكم. نرش عليها شوي تضحين. بعدين منحطها عجرام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي مو كتير. عشان يكون طبعها عازلة يعني. عشان هيك. خلصنا اللي رحل حين. نشينا الصينية محطة عجرام. وهي هي العجينة متل ما لكم شايفين. هلأ انا هون بداره. هاي هون هلأ انا خسلتها ونظفتها وحطيت لها لو دليل ومسحتها وجهزتها. وهالي سطح سوي يعني. لاجل هشي انا ادرق عليه. اول شي دي عجل العجينة شوي. جهزة للعجينة. هاي هي العجينة اللي عندي. شايفين شلون? كتير كويسة وممتازة. ما عزبتني طاول. غير عجينة السنبوسك هديك المرة كتير عزبتني. هاي ما عزبتني طاول. هاي العجينة هلأ بدي ادهكها شوية بيدي. كما لكم شايفين. يعيني 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 ايش دي طلع. جيت زغير شكل. الله يهني يا رب الله يهني لدي يساوية. الله يهنيكم انتم كمان. وتساوى اطيب منا. هلأ هون بحسة يساوية بيزاية صغيرة وبحسة يساوية بيزا كبيرة. يعني العجينة كلها بدي عجنة عجنة واحدة. عدين بدي ارقق للعجينة. ضع بلاك. وهلأ صارت عنا العجينة جازة. هلأ اش بنا ساويه. نتبرشه طحين. وحطه طحين عليها. ونجيب الشوبك كمان. نحط عليه طحين. مش عمالة لو فيها طاول. بعدين نتبلج الرأم. بسم الله الرحمن الرحيم. هون الرأد ضغلت. هون العجين عندهم بعزة بمومة العجين كان يجي عندنا بسوريا. سبحان الله. هون عجينهم مثل اللسطيك بيبقى. بسمع زاليك الحمد لله رب العالميا. يعني ماشي الحاط. هلأ بابدنا ندورها صبيرة بشكل دائري. بابدنا ندورها. نسا بدها شوي لح تصير قد الصينية. فزاريا يعني. بابدنا. نجيب الصينية مجردة. على قده. كويس. الناس ساوي. نشيل العجينة. نجيب الصينية حطين عليها صحين. نعمل هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل الله الرحيم. شايفين هالشكل هيك. اتلم شوي لان العجينة هيك طبعا. هلأ بقى بدنا نجيب شوكة. شوكة متل هيك. شايفينها. بدنا نبخش العجينة. مشان تتشرب الصلصة. بدنا نبخشها كلها يا تن. شايفين هالشكل هيك هم بقى بدنا نجيب شوكة. شايفين هالشكل هيك هم بخشها كلها تن. كلمة بخشت اكتر كل مكان افضل يعني. يعني لو طولتوا فيها دقيقة زيادة التبخيش. التبخيش لصالحكم لكم. مشان تتشرب الصلصة. بس تشربت الصلصة وتصير اطير. شوف هالله رجاء تلمت عبعضها. نامسكها هيك وبس عبر. هيك الزيار. ميكن عقلة ميكن. هلأ بقى بجيب الصوت الصلصة اللي ساوناها نحن. اول جزء. هاي الصلصة. بحطها نصة. جوز تكافين نصة لاني. بعين نصة. انا هاي بحسة نحطها بالفريزة. بعد اسبوع عشرتين برجع بستعملها بساوي لصينية تانية. في حال كفت. في حال ما كفت برجع بقى فلنا شوي. شايفين. كفت هاي. هاي الصلصة بكافة لصينيتين. انا سويتها هلأ. بعين النص التاني باستخد ما بغير وقت. عجوز اخترع بالي وقت. او معجو عجيني يكون عندي الصلصة جاهزة. بعمل هيك. بحطها فيها. لا ميشاف ولا مينجري ولا فيها العزاب كله هذو. اللي بده يعرف شلوم بسوي الصلصة بدخل ع اول جزء من هالفيديوهات. هلأ هيك الصلصة صار جاهزة. وبعدنا المراحل بعدها. وبعدنا المراحل بعدها. هلأ هون في ناس بتحط الجبنة على مرحلتين. في ناس بتحط الجبنة على مرحلتين. انا طبع بحطها وبطبع المواد فوقها بصير احلى شكلها. في عنا بتحطها على مرحلتين. يعني بترشي شوي الجبنة. عيني 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 عيني. بترشي شوي الجبنة. بعدين بتحط المكونات وبترجع بترشي كمالة الجبنة. بصير هو عي حالتين بتصير يعني. انتو شلون بتحبوا تسوي. هاي البلزا تكفي خمسة يعني كمان. انا رح سوي على مرحلتين كمان. عشان نقوم نفس الشي عن كل الناس. قلت نعمة سوي على مرحلة واحدة. بس سوي على مرحلتين. هلأ هون الفطر ده حطه عليها كمان. بس ده سوي على نصة. نعموا على كلها. هاد الفطر مع اللاب ببقى جاهز. جاهز. هاي حطينا فطر ع نصف هالله كما يكون شايفين بس زاد عندي فطر هاي حطينا فطر ع نصف هالله كما يكون شايفين بس زاد نصف هالله هاي حلا عنا تنتيه بس زاد عندي طيب ايش ده ساوي له هالزيادات انا حيساب حسابة حطل لك كلها متل بعضة بس عالم بدون هيك عالم بدون هيك بقول ده ساوي ده ساوي نصف فطر ومرتدلة ونصف وربعة فطر وربعة بمرتدلة بس لحالة ما في غير هيك يعني الكمية كثرت علي انا اجلسها فيها حمسا عنا ن騎 وربعة мясiversي هاي منعومة منعومة هاي. تحصلوا عنكم كمان زيتون اسود تحصلوا كزي نوها فيه. انا عندي بس ما بيأكل الزيتون فيها. دعا لقفيلة حالي. عند اندي يشوي كبوه. دعا اجي انا اكله. هيك خلية لحالة. هيك الله نحن يكون اخلصنا المرتدي على الاخير. نرجع نجيب الفطر نحطه هيك بالجزء. يعني لا ضرر لا ضرر. بدي ايه الفطر لحال. بدي ايه ما تدلح. بدي ايه مختلط. بدي ايه الفطر لحالة. هاي هيك نحن اخلصنا كمان منها. بقيل الفلفلة. الفلفلة بيحطها كلها. بشي هيك بحط مزينا فيها. انا 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 احمد الكثبي جدا فيها. تساعت ببقى لحالة. انا احمد الكثبي. وبزاية التكبيس الخفيفة. خفيفة ونظيفة. عنها المعمل هيك بجيب الجبن الباقية ببشرة فوقه. هالشكل هيك. هو الا الا بكون حطية الفرن شغلته. بعيفه لحتى يحمى. عشر دقيقة هو الفرن اللي حتى يحمى رباسها حسب فرن عنكم. شغل عليه من تحت من فوق. بتاكن تسوي حوالي الخمسة عشر للعشرين دقيقة. حسب الحرارة في الفرن اللي عنكم. بتكون تنتبهوا لها الشقة دي. يعني بتكون تحطوها بس طلعت ريحتها بالقلب الفرن بتكون تطلعوا عليها ما تهجروها. ما بتاكن تسوي كتير. بتاكن من ربع ساعة للخمسة عشر دقيقة. من ربع ساعة للعشرين دقيقة. الله هون ازا بتحبوا زين وتحطوا لها زعتها الاخضر كمان بصير. من حبيته. ما حبيته ما في مشكلة. هلأ هيك نحن البتزة عمنا صارت جازة. نجيب الفرن عنا من شغله ونحطه فيها. برجع لكم ان شاء الله بعد شوي. هي هلأ كل مكونات البتزة صارت موجودة هون. برجع لكم بعد شوي. وهلأ هيك نحن حمينا الفرن صلوا قريب العشر دقيقة. صارت ناره جازة. بشلت عمو فيش كهربا لنعب كهربني. عب عضني. هلأ بفتح الفرن. هلأ بفرجيكن يا. ها دوي استاذ فرن. شايفينه? بفتح. بفتح يا سم سم. بشيل الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم من دخلة. هلأ عملية هيك. وكل اربة خمس دقيقة بدي احركها تحريكة يعني بدي احركها هيك تحريكة. بفرجيكن شون الطريقة كمان. معلقة خيالة تحمل وش هتساوي. بشكورين. بدي اكل بيت ازاي ده يتحمل. شغلت هلأ الفرن. بعرفته. حطيت الفرن. هلأ بعد خمس دقيقة بدي تبلش تطلع ريحتاه. انا اش بساوي. بفتح الفرن. وبفتح نصفة ليه وبعيفة. بابا طال على برا. وهتشير كله بدي يساويه بسرعة مشان حرارة الفرن تم بقلبه. برجع لكم هلأ ان شاء الله بعد خمس دقيقة. هي بده بين الخمس دقيقة للعشرين دقيقة حسب نوع الفرن. انا هاد الفرن اللي عندي بخبزها بحوالي سبتع سبتعاش دقيقة. هلأ هيك البنتزي صلى خمس دقيقة بالفرن. باشا قولي عليها مشقق. بنشلون نفشد. ركاية نصفة حريكة مثل ما قلت لكم. وبرجع. برجع باشا عليها بعد اللهم صلى على سيدنا محمد. خمس دقيقة تانية. برجعكم بعد خمس دقيقة. وهيك كمان صلى خمس دقيقة. صلى قريب الاداعش دايا تقريبا. بالفرن. الله ما صلى على سيدنا محمد. صلى شلوه النفشد. ايه? انا بحبها سميكة ها فكرة. قلنا احط العناها هيك. نحن رجع لحطها هيك. بدي هلأ انتمي عشان تستوي معي. بتبلش هون تحمر. الجبنة بتبلش تحمر. هده كلها تكون استويت. هلأ بسكر عليها. بدعيفة شالت خمس دايا وارجع اطلع عليها. موت لكم حسب الفرن يعني. انا عندي حوالي سبتعاش دايا بتستوي. في فران بالطاول عشرين دايا. في من هدول المات اللي لهم عداد. هدويك اسرع ببو انشط. هدول ما لهم عدادات. سطحيات كتير رخاص يعني. اقتصاد يا الفرن يعني. بدي استنى. هلأ بعد خمس دايا. راح من بعد خمس دايا حتى ما بطلع عليها. برجع لكم ان شاء الله. وهلأ هيك نحن اصل لبيزة عمنا حوالي سبتعاش دايا. بالفرن حيطة. هلأ برضي اطلع عليها شدو صارت. رحتك تير طيبة. لسه. بدي اشغل دايتين تقريبا لحتى يستوي الويتش يبلش يتحمر. هلأ هالطرف هالطرف اتحمر هالطرف اللي عندي هون. بدي احمروها دا. وهلأ انا بعمل الشحوك داخله هيك بداخله. بعد دايتين برجع بطلع عليها. انا بحبها محمرة يعني مأمرة. شوي. يعني هتاكلها حوالي تمنطعش دقيقة تقريبا. بعد دايتين برجع على ان شاء الله وبفرضيكم النتيجة. وهيك نحن هلأ صلي عنا تمنطعش دقيقة. البيزة. كنتوا على الوقت بتاريخ خيش كتير يعني. تأمرت هلأ. هلأ بصلت للنتيجة اللي بدي اياها. سمعين صوت وشلون لسه عبقبئ. هاي هلأ البيزة صارت عندي جازة. ان شاء الله هلأ برعان اش دا ساوي. بحط التليفون هون. هاي التليفون هون. دا طالع البيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تحتة. مش هما يتحرق طاوط الارضية. كهربني الفرنسي تأشيل عندنا فيش تلك كهرباة. هلأ من لا ينساه. هلأ هاي البدزة متل ما يكوا شايفيناه. هاي هاي عمنا هلأ اربع اقطاب. فطر. بمرتدلة. وفطر. وكل دا هاي بمرتدلة وفطر يعني بس هاي شوفي هيك الفطر بس. هاي هيك شوفي بس الفطر. انا هلأ اشترهم دي يا اسماء ازا عندي هاي دولاب بدورة تدوير زماء عندي. عمل لأهي بها العملية. بحوالة اروع. هاي البدزة شوفيين شو ما هي عالقاني. انا هاي المحلية ده اوصلها يعني. ده اوصل لكم اياها فارجيكم اياها. هاي صحنة الحلوية. اعمل هيك بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هالبدزة شوف طلعت كويسة وسميكة. نفس الوقت قرية. ايفين شلون? انا هيك بحبي البدزة. تبقى سميكة. وهي ارضيتها. ارضيتها كمان. متل ما تكون شايفين. هاي هي البدزة. الكلفة الاقتصادية. الكلفة الاجمالية لهي البدزة. اللهم صلى على سيدنا محمد. الفطر تلاتة ليرات ونص على بيت الفطر. عب احكي بالعملة التركية. الجبنة الكيلو حقه ستة وثليتين. انا يعني خمستاعش ونص وليرتين سبتعاش ليرة ونص. اه وبقيت المكونات السجق. تلات ليرات ونص كمان. خمستاعش ونص وثلاتة ونص تساتعش ليرة. والفليفلي والش اسمه? والدبس البنادورة وهاش شاء الله تخلي حقهم ليرتين كمان صار واحد عشكي ليرة. وخلي مع خبزة خبزة بتاكن تحميل الفرن عشر دقايق. وش اسمها? اللهم صلى على سيدنا محمد. عشر دقايق. قريب الربع ساعة. يعني خليتها كلها خمس ليرات كمان. اربع ليرات خمس ليرات بالفرن. برجع عليكم هاي الصينية كلها بخمسة عشرين ليرات. يعني ارخص من الفجل. ارخص من الفجل. انا عب بحكي معكم كمان مشان يكون برتت شوي. هني بدأ نزوق قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هي. شايفين شنون لسا تدخنا قد تطلع منها. هاي هي البجزة. هاي الجبنة فيها. شي كويس كتير. ندوء. بسم الله الرحمن الرحيم. والله صغني. شي كتير طيبة. وصفنة. كتير طيبة وصفنة. كتير طيبة وصفنة. هاي هي البجزة. تبهوا. تعليق ما في. لاني حطيت زيت. شايفين شنون ما في تعليق. بتمنى ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم لليوم. صح هي طويلة. بس فيها ان شاء الله الفائدة. اول شي. تعلمتوا شلون تساوي الصلصة. بعدين شلون تعجون العجينة. حطوا مكونات العجينة. عفكرة انا نصف كاسة ماء ما حطيتها قبل شوي. وقت كنت عباجل العجينة. شفتوني ما حطيتها كمان. والله هاي البجزة صارت جازة. بتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. هاي شايفين? هاي البجزة. قوامة كتير كويس. سميكة. بتشبع. بتكون ياها ما تكون مهسمك. هاي العجينة بتحسط تقلبوها عصينيتين. او تحطوا نصف كمية المواد اللي انا حطيت لكم ياها. بتصير اخف. وهذه. وهي هاي الفطر الفيه كمان. استوى. والله هي طيبة. هاي بتاكل جنبها كولة. هلا بتمنى منكم الاشتراك بالقناة. ومن المشاهدين جدد. وبتمنى منكم تنشو مطعم الرفقاتكم. والدعاء الصالح منكم الله ازيكم الخير. وهي هي اكلة الفيزة. متى ما فرضيتكم اياها. يعني كلف هاي الصينية كلها تكلفت خمسة عشر ليرة تركية. يعني عالسوري كلفت حوالي ازا الليرة تلاتمائة وسبعين عشرين. يعني حوالي تسعة تلاف ليرة سورية. بس نحن ما منحسن نحسبها هيك لاني هون المواد سعرها غير بسورية. عالدولار كلفت حوالي تلات دولارات ونص او اربع دولارات. اكلة طيبة كتير. ان شاء الله هيك تعجبكم. بتمنى لكل يشارك الفيديو. الله يزيكم الخير يا رب. كان مع كم اخوكم. نصطفى الامين صاحب قناة اكلات حلبية طيبة وهنية. لا تنسونا اللايك. الله يزيكم الخير. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشتركين الجدد يشتروا انشاثوا الماطع وانشروبين رفقاتهم. بالنسبة لعجينة البتزا قلت لكم. المواد الفوانية اي شي انتو بحبو بتحطو بتحبو بس عطاء الجملة بصير. اي شي بتكون يا بصير. هون مبين عليكم امره كمان انا امرتها لاني زيادة. هاي هي كلها الله يعطيكم العافية. لا تواغزونا انطولنا عليكم. بتمنى منكم الدعاء الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.